حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي هاشمين عن عاصمي بن لقيت بن صبرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أستنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشمين اسماعيل بن كثير عن عاصمي بن لقيت بن صبرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا توضأت فخلل الأصابع حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي هاشمين اسماعيل بن كثير عن عاصمي بن لقيت بن صبرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذبح لنا شاتا وقال لا تحسبنا ولم يقل لا يحسبنا إن إنما ذبحنا هلاك ولكن لنا غنم فإذا بلغت مئة ذبحنا شاتا حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن اسماعيل بن كثير أبي هاشمين عن عاصمي بن لقيت بن صبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأبلغ فلسطين شاقما لم تكن صائما حثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبن جريج قال حدثنا اسماعيل بن كثير أبو هاشمين المكي عن عاصمي بن لقيت بن صبرة عن أبيه وفضي بني المنتفق قال أنطلقت أنا وصاحب لي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده فأطعمتنا عائشة تمرا وعصدت لنا عصيدة إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع فقال هل أطعمتم من شيء قلنا نعم يا رسول الله فبين نحن كذلك دفع راعي الغنم في المراحي على يده سخلة قال هل ولدت قال نعم قال فاذبح لنا شاتا ثم أقبل علينا فقال لتحسبنا ولم يقل لا يحسبنا إن ذبحنا الشاتا من أجلكما لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد عليها فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاتا فقال فقال يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال إذا توضأت فأسبغ وخل الأصابع وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما قال يا رسول الله إن لي امرأة فذكرها من طول لسانها وإذائها فقال طلقها قال يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد قال فأمسكها وأمرها فإن يكفيها خير فستفعل ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك